سوف ندخل الجزر الفرن ببهارات لذيذة قوي 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 وبعد كده سنطلعهم الفرن ونقدمه مع صاص او زبادي بالتحينة لذيذة جدا انت هنشوف ما قادر انا وعليكو هنعمل الكلام ده ازاي اول حاجة لصاصة التحينة بالزبادي انا عندي 3 معلق كبار تحينة عندي 130 جرام زبادي يوناني معلقتين كبار عصير لمون واحد فاسو تون وفرون وملح وفلفل الجزر الاستاذ بقى زي ما قلت لكم هنحطه فوقه في الفرن عندي 3 معلق كبار او 60 جرام عسل معلقتين كبار زيت زتون واحد معلقة كبيرة كسبارة نشفة حب مجروشة معلقة ونص كمون حب مجروش 3 اخصان زعتر ملح وفلفل اسود 12 جزرة كبيرة متأشرة ومتقطعة بالطول معلقة ونص كبيرة اوراق كسبارة مفرومة خشنة طيب زي ما قلت لكم اول حاجة في الموضوع ان احنا عايزين نتبل الجزر دا وندخله الفرن لما يطلع من الفرن هنقدمه جنبه صاص الزبادي اللي بالتحيل فخلينا الاول ننزل كل مقادير الصاص مع بعضها هنزل زيت الزتون العسل ابيض العسل حي دي كراميليزيشن او هيكارمل الجزر هيخلي الطعمه والمين دي لون خطير هنزل بقى كل دوابل اللي عندي الكسبارة والكمون الحب والسعتر والكسبارة هنزل منع الحبه والباية في التقديم في الآخر هقالل الضمع بعضه اي دا ازود مع علاقة الزتون كمان ملح وفلفل وهنزل الجزر فيه قبل منقله في صناية الفرن هيوعد في الفرن تقريبا نصف ساعة 35 دقيقة هتطلعهم الفرن وقدمه مع الصوص بتاعه وهيبقى طعمه خطير ننزله بقى على الصناية ازا بس افريده كويس واتأكد ان العشاب وصله لكل حتة في الجزر والصوص كمان زي ما قلتلكم هياخد تقريبا نصف ساعة الفرن تعالوا ندخل الفرن وطبعا انا كنت عامل نسخه عشان وقت البرنامج دي النسخه بتاعتي بعد ما خلصت دي ما قلتلكو اللون الحلو اللي واخده الجزر ده او الكرامليزيشن اللي هو فيه ده من العسل دي طبق تقديم هنزل فيه الجزر نجد ريحتو خطيرة نجد ريحتو خطيرة نجد ريحتو خطيرة نجد رهيب تعالوا انا عمل مع بعض الزبادي بالتحينة اضع الزبادي الاول هزود على التحينة التحينة طبعا تك زي ما هي ليس متخففها عصير لمون ثم مفلوم كما سيتنا انا كنت عايز اضع كمان شوية ثم فوق الجسر زوده ثم بقى فصوص بتاع الجسر هزوده طبعا شوية مزح وفلفل ندرقوا شوية حلوين عشان يعمل قاوم كريمي كده خلق دب يعني يعمل قاوم الصلصة مجهزة هنزل الزبادي وهنزل على الوش شوية تانين بادونس اللي عندي شوية بارد فوق دو غزر